موسيقى قرارات مجلس الوزراء التطبيق الصارم لكافة الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المولاة والمحال التجارية خلال ما يسمى بالبلاك فرايدي وسيتم إغلاق أي محال تخالف تلك الإجراءات لمدة ثلاثة أيام منح المحافظين سلطة تقديرية لتعطيل الدراسة كل في محافظته تبقى لظروف الأحوال الجوية إخلاء جميع المقارات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل بعد الانتقال للعاصمة الإدارية لكن أعدادا قليلة من الموظفين ستظلوا في القاهرة بأماكن بديلة الإسراع في تنفيذ كافة الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي ومتابعة مستجدات الموقف الحالي لمشروعات العاصمة الإدارية ده أبرز ما جاء النهاردة في اجتماع مجلس الوزراء الإسبوعي فيه طبعا ما يتعلق بكورونا فكرة البلاك فرايدي ولا الجمعة البيضة أي أن كان اسمها والناس اللي هتنزل تقف في المحلات من الصبح والزحمة اللي ممكن تحصل حضراتكم متخيلين لقدر الله لو حصل أي عدوى هيكون تأثير ده عامل إزاي فعشان كده فيه تحذير شديد جدا من مجلس الوزراء وهيبقى فيه غلق لهذه المحلات لمدة ثلاثة أيام ده غير الغرامة لو ما التزمتش بأعداد الناس اللي داخل جوه المحل بالكمامات والاجراءات الاحترازية اللي تتبع من الزباين وهم مسؤولين كمان عن الزباين كمان وزيرة الصحة النهاردة في الاجتماع كان لها مجموعة من التصريحات المهمة تم تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بالغرفة المركزية عشان الإبلاغ عن الحالات لقدر الله تحسبا للموجة التانية كمان تحديث وإصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فراسي وزيادة المخزون الاستراتيجي للأدوية الخاصة بالبروتوكول كمان زيادة مخزون المستلزمات الوقائية والقدرة التشغيلية رفع كفاءة مستشفات الفرز والصدر والحميات والعزل وده طبعا بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركة سينوفاك لبدء تجهيز خط إنتاج بشركة فاكسيرا لنقل تكنولوجيا التصنيع للقاحات المتعلقة بفيروس كورونا برحب بضلوفي الكرام دكتور نوح عاصم مستشار وزير الصحة لشؤون الأبحاث أهلا وسهلا دكتور نوحا ودكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة أهلا وسهلا بحضرتك والدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي أهلا وسهلا بحضرتكم ومنورنا ومخصصين هذا الجزء من البرنامج أو الحلقة النهاردة عشان ننقش أبعاد كتير سواء اللقاحات والجديد فيها أو الأعراض والموجة التانية والتأثيرات النفسية فبرحب بحضراتكم اسمحوا لي أبدأ مع دكتور نوحا يا دكتور نوحا العالم كله والأنظار بتتجه للولايات المتحدة خصوصا بعد الإعلام بتاع فايزر وبايون تيك العالم كله بينتظر بيقول هل إحنا هيكون لنا نصيب من اللقاح ولا لا ده جزء الجزء التاني الوزيرة النهاردة بتتكلم على التعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركة سينوفاك ينقلوا التكنولوجيا الفاكسيرة لتصنيع اللقاحات فبالتالي وحضرتك مستشار ووزيرة الصحة الأبحاث إيه اللي بيتم دلوقتي في مجال اللقاحات في مصر خليني أعضح لحضرتك بالفعل وأطمن الجميع الحقيقة هو إحنا في المرحلة دي على المستوى العالمي فيه كذا لقاح أورادي شغالين في المرحلة التالتة بالتحديد 11 لقاح وصلوا لمرحلة التالتة في المراحلة الإكلينيكية وبالتالي فهو إن شاء الله مش لقاح واحد ولا أكتر فيه كذا تجربة حاليا على مستوى العالم والحقيقة النتائج فيه حاجات كثيرة لها علاقة بأن احنا بنتكلم على مأمونية وبنتكلم على فعالية مبشرة بإذن الله فدي نقطة مهمة نحن نكون موضحين أن العدد يعني إن شاء الله فيه فرايتز يعني إحنا ماشيين في كذا تجاه لأن نكون معتمدين مثلا على جهة أعلانة زي فايزر فإحنا نروح لفازن اللوم هتولنا جرعات ولكن إحنا بنتابع كل اللقاحات اللي بتحصل في العالم الروسي الصيني البريطاني كله مش كده دكتورا؟ بالضبط يا خاندم هي بس مسألة وقت وإحنا بنتكلم كلها تقارير مرحلية وإن شاء الله إحنا في انتظار التقارير النهائية كمان تاني نقطة موضوع المبادرة الدولية اللي نشيتت بمنظمة الصحة العالمية مبادرة كوفيكس حاليا فيه تسع لقاحات مرشحة أنها تكون مدعومة بالمبادرة دي والمبادرة دي بتمكن دول أو بتأكد توفير لقاحات آمنة وفعالة حال ثبوت الفعالية والمتابعة في الإجراءات الخاصة بالترخيص أو بالاعتماد بحيث أن هي يكون فيه نوع من التوزيع العادل على الدول بطريقة تكون منصفة لجميع الدول فالحقيقة في اتفاقات دولية في هذا الصدد بالتوازي مع ده طبعا فيه تواصل مباشر مع شركات كثيرة هو الحاجات اللي فيها يعني نقول زي إجراء استباقي من وزارة الصحة وده الحقيقة يعني توجيه مشدد من عالي الوزيرة احنا على طول أبديتد أونلاين في أي نتائج أي أخبار الدراسات والفيزز المختلفة أي نتائج مبشرة في مراحل معينة بنبدأ نتواصل مع شركات ونشوف إيه ممكن فرص التعاون فرص إن إحنا يبقى فيه اشتراك يبقى فيه نقل ترانسفير للتكنولوجي صبر التعاون المختلفة يعني إحنا فاتحين قنوات اتصال مع الشركات اللي بتشتغل على اللقاحات حركة ده بتأكد لنا ده آه بالضبط بس خليني اسمح لي برضو يعني أأكد نقطة إحنا طبعا الأخبار الحالية مبشرة جدا للعالم كله الحقيقة مش لمصر بس بس أنا أحب أن إحنا نكون وقعين أكتر في استنتاجاتنا وفي توقعاتنا للفترة الجاي لأن هو برضو اللقاح ده واحد من الحلول لكن إحنا عندنا حلول المفروض إنها في أدينا من دلوقتي يعني قبل ما نوصل للقاح آمن وفعال فبلاس إن فيه طبعا بعض التحديات في الاستنتاجات وفي الفعالية وفي المدى الزمني وطبيعة للفيروس أنا مش عايز أدخل بس في تفاصيل كتير طبيعة الفيروس نفسه وارد إنه يحصل في فترة معينة في تغيير يعني إحنا عندنا تحديات برضو يعني خلينا أقول إن يعني اللقاح ده مش الحل الساحلي خلاص هيخلينا أن إحنا نرجع نتكاسل أو نتهاون في الإجراءات الاحترازية العامة اللي إحنا لازم دايما بأكد عليها إن في الآخر هي الغيب دلوقتي هي اللي أثبتت فعلا الفاعلية وأثبتت إن هي محدد رئيسي في مصير كيرف الكورونا في كل دولة طبعا الموقع خير من العلاج مبدئيا في الكورونا بغض نظر عن الدواء أو التطعيم يعني أو المصر طبعا طب اسمحيلي دكتورة نوها أنتقل لدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة دكتور عبدالهادي بعت التحية حراك شايف إزاي الموجة الجديدة اللي طلعت حصان بدأت الأخبار تتوالى في اللقاحات الجديدة إلى أي مدى حراك شايف في إن ده أمر مباشر إلى أي مدى حراك شايف في إن ده ربما يعني يكون طمأنينة للعالم هو بيمثل يعني تقدر تقول شعاع من الضوء في نافأ مصدر فبعد ما كان الحاجة الوحيدة اللي ممكن نعملها هي إنك تلبس الكمامة وتبعد وتغسل إيديك اللي هي البروتاكتف ماجرز أو أسائل الوقاية لا بقى إن شاء الله هيكون في لقاح بس النقطة اللي الناس تفهمت زي ما أشارت الدكتورة نوها إنه اللقاح ده مش بكرة الصبح هنشوفه ده اللقاح علشان حضريةك تبع عارف إنه بتاع فايزر ده مثلاً هينتجه لآخر السنة 100 مليون أولاً هو ما خادش إدارة ما خادش لسه اللي هو الموافقة ثانياً هو المئة مليون دول هيخدهم قد إيه؟ هيخدهم 50 مليون لإن كل جرح يخدها 2 يا قصدي كل الواحد بياخد جرعتين فالواحد لما ياخد جرعتين بينهم شهر ده معناه إنك إنت المئة مليون دول حيتوزعه على 50 مليون شخص يعني واضح إن آه صحيح إن موديرنا بدأت تحاول تنزل برضو وتاخد أبروفل أو موافقة على إنه تطعيم قريب جداً من بتاع فايزر نسب النجاح أو نسب الحماية أكتر من 90% أقول إن سباطنك كويس جداً إن سباطنك فيه في اللقاح الروسي النهاردة روسيا بتقولوا بيتقدم بشكل كبير جداً يعني هما منزلوش نتائج علشان المحافة العلمية تقدر تقيم المسألة وما زالت برضو خلي بالك فايزر منزلتش بعض الداتا اللي إحنا محتاجين علشان نقيم يعني هل النقاح ده مثلاً بيشتغل أكتر مع الناس اللي ما جالهاش خالص ولا الناس اللي جالها وكانت عندها أعراض شديدة جداً ولا الناس اللي بيجي لها ويمشي بشكل يعني تلقائي كده ما بيعلمش طيب اسمح لدوء فكل ده محتاج لسه لدراسات طبعاً هما نفسهم قالوا إن بنهاية هذا الشهر نهاية نوفمبر هيكون تقارير السلامة كلها أصبحت واضحة وهتكون أمام الـ FDA وأمام العالم كله يعني عشان يكون معامل الأمان تحقق ده هيبقى بنهاية الشهر ولكن اسمحوا لي أروح لدكتور هاشم بحري دكتور هاشم تحياتي طبعاً لحضرتك ومسهرين حراك معادي إحنا أسفين معلش عارف حراك بتحفت نام بدري ولكن في حالة يا دكتور من اسمح لي وأنا آسف في التعبير اللامبالاء يعني فكرة عدم أخذ الأمر بجدية بدأنا نشوف أن جزء مننا بيستهين بكورونا وكأن الكورونا ده أصبح يعني في مصر حاجة غير ذات قيمة ويوم الجمعة الجاي في البلاك فرايدي أو بسمواء الجمعة البيضاء أي ما يكون والناس هتنزل المحلات والمولاد بشكل كبير حضرك شايف خطورة اللامبالادي إيه والناس بتسمع أن فيه تطعيم فيلا بينا ننزل ويحلها الحلال بعد كده هو أنا بس لديه شوية ملحظات يا عامر فضل أول حاجة أنه فيه الانتخابات والتصويت بتاع الاستيت مع ترامب وبايدن الناس لما فرحوا بايدن والمساعدين والجمهور بتاعه نزل ولا واحد كان لابس كماما صح أوليل جدا العالم كانت ضاعة يعني في الموضوع أيو مع عشان كده يا دكتور مبارح ولول مبارح كان عندهم 200 ألف إصابة في يوم واحد ما هو واضح أنه الناس بتتكلم على حاجة تانية مش بس انتشار المرض ولكن السترين الويروس القوة بتاعته ضعفة أو على الأقل يعني بقوا الناس متصورة إنهم دلوقتي عندها قدر على مقاومة أكتر خصوصا لما بقى عندهم مفهوم إنه هو انتقل من الجهاز التنفسي للجهاز المعوي فده يعني كم حباية ممسيكة للبطن تبقى الدينة زي الفل فالناس ما عندها انطباعات أخرى لكن الموفي برضو لي للنظر حاجة تانية إنه يعني زي ما يكون المرض ده مرة واحدة انتشر في العالم كله وبعدين مرة واحدة كل العالم طلع التطعيم وكل العالم طلع التطعيم أحسن من سعين في الماء يعني هو كانت اتفاقية ولا إيه موضوع بالضبط إنه كلهم ينجحوا ويطلعوا الأوائل يعني انت عارف بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية بأسبوع بضبط إيه ده كل شركات العالم الصين واليابان وروسيا وانجلترا وأوروبا وأمريكا كله تسعين في الماء يعني كنتم نستنين إما دي حاجة تاني حاجة كلكم نفس النتيجة وكلكم في نفس التوقيت يعني برضو في أنا يعني طبعا شايف إن المرضى وشايف ناس بتعاني وعندنا في المستشفيات بنشوف مرضى ونصف انتقلت لرحمة ربنا ولكن برضو اتلاقي تحس إن فيه صبعة يعني فيها سياسة شوية طيب ده عامل حلم من اللامبالاة عند الناس فعلا يا دكتور هاشم خطورة الاستمرار في اللامبالاة دي والحكومة بتقول ده احنا احتمال ندخل موجة تانية أو احنا شايفين الاعداد كل يوم بتزيد كسرنا المتين وتلاتين مبارح يعني الفكرة اللي انه الناس ابتدت اه الناس ابتدت تقرأ ما بين السطور بحاجات تانية خالص هو ده بجد هو ده اه موضوع سياسي موضوع اقتصادي والشركات بتسوق الفيروس وبتسوق المضاد بتاعه وبتحيث ان العالم كله يشتري من الشركات دي اصلا تحيث ان هي اه عمر انها كيكة وبيقسبه كل واحد واحدة كل واحد حتة يعني مش معقولة انه كل العالم يكتشف الانتي فيروس ده المضاد في نفس اليوم كلهم في نفس الشهر كلهم في نفس الكفاءة الكيكة بتتقسم كده بالشكل ممكن نسأل فيها دكتورا نوح نحاول ناخد السؤال ده فعلا اشكر حركة الحقيقة عليه يا دكتورا نوحا فعلا يعني زي ما دكتور هاشم بيقول كله تقريبا في نفس اليوم خصوصا فايزر يعني جاءت بعد النتيجة بأربع خمس ايام وخسار ترامب ورجل كان من بدري صوته تنبح اعملونا تصريح طارق اذن طارق عشان اللقاحات عشان الادوية ومحدش استجاب له واول مظاهرة النتيجة وبيدن اعلن فوزه ظهر اللقاح فهل في تفسير وحضرتك بتشار وزارة الصحة للأبحاث؟ من دكتور هاشم عشان يعني يبقى فيه متابعة دقيقة او تعليق دقيقة على الكلام الديسكوشن مع حضرتك بس طبعا المعلومة دي لفتت نظر الجميع يعني بس هو من ناحية العلمية هو اللي واضح انه هو التحليل المرحلي وطلع نتائج معينة يعني بعد ما 94 حالة تم يعني احنا بنوصل لبرايماري اند بوينت ان في عدد من الحالات اصيبت نقدر ساعتها نفك التعمية يعني نبدأ نشوف ال94 دول كانوا في انه جروب الجروب اللي كان بياخد التطعيم ولا الجروب اللي كان بياخد البلاسيبو الدواء البكسوني وهم اللي هو كنترول يعني بزبط فالنتيجة اللي طالد دي بناء على التحليل اللي هو يعني على المستوى العلمي ما تقلش اكتر من الكلام ده حتى لكن طبعا يعني في كتير اسئلة بالدور في النطاق الحاجة طب خلينا دكتورة نسأل لحرك سؤال محرك يعني تفضلتي يعني من دقائق ليلة قلتلنا ان احنا في مصر ووزارة الصحة والجهات المعنية فتحة تواصل مع شركات كتير شغالة على موضوع اللقاح وان شاء الله يكون لينا نصيب فيها يعني في تعقدات لها ان شاء الله هل في معاد معينة لان بدأت الناس تقول ده في شهر 3 اللي جاي التطعيم نازل ده في شهر 4 اللي جاي التطعيم نازل هل نقدر نقول كده ولا بدر ان احنا ندي معاك هو موضوع اصل المعاد ده يعني فيه كم عامل كده بيحكم التوقيتات اول حاجة طبعا اللوجستية نفسها بتاعت اللوجستيكس يعني بتاعت التصنيع لان هو تصنيع اللقاح ده بالزيت بتاع فايزر وتخزينه بيبقى في درجة حرارة من خفضة جدا مينس سبعين مقرنة حتى باللقاحات اخرى دلوقتي موجودة في المرحلة التالتة النقطة التانية طبعا الكميات والفند التمويل لان احنا عارفين مثلا من الامثال ان شركة فايزر مخدتش تمويل من الحكومة الامريكية فهي هتبيع هتبيع المنتج يعني فنقطة التالتة طبعا هي الاولويات يعني احنا عندنا العالم العالم سبعين مليار فمين فيهم الفئات اللي عرضة اكتر الاولوية كل دولة هتختار الاولوية بتاعتها وحدد الاولويات وطبعا مبدئيا هو السنه والتواقم الطبية وبالفعل يعني وبديهي ان هي الاولوية طبعا هتبقى داخل الولايات المتحدة في الاول الاولانية بعد كده نبدأ ان احنا مية مليون عفوا وربما خمس ومية مليون تانية يعني اضافي لو طلبوهم فكل ده طبعا بيترجم الوقت طبعا عشان كده بنقول ان هو البداء هو ده الحل دايما قدامنا ان احنا بنتكلم في بداء المختلفة طبعا ده الحقيقة توجه حميد جدا وتوجه قيم جدا ومهم من وزارة الصحة في هذا الاختار والدولة كل بشكر حالك شكرا جزيلا دكتور نوع عاصم مستشار وزارة الصحة الابحاث شكرا جزيلا لحضرتك واخد تعقيب من دكتور عبدالهادي دكتور عبدالهادي النهاردة اعلن الان يعني بيان وزارة الصحة متين سبع وعشرين حالة جديدة وحداشر حالة وفاة حالك شايف هذا الامر خصوان ان الحكومة بتحذر يوم الجمعة اللي جاية ارجوكم خدوا بالكم من الاجراءات في المولات والمحلات في يوم الجمعة البيضة مفيش شك ان كل التجمعات والاستهطار وخصوصا ان الشتة جاي والشتة دايما بتاع الاندور يعني الناس بتاكمن في البيوتة او لو راحوا في حتة بيبقوا يعني مفيش تهوية فهو فرصة جيدة جدا للانتقال اذا ما كناش لابسين الكمامة واخدين حذرنا من الفيروس انه ينتقل بهذا الشكل على المستويات خصوصا في التجمعات وخصوصا في الشتة وخصوصا ان معها الانفلوانزا الفيروس الانفلوانزا اللي يجب انه احنا ناخد التطعيم بتاعه للفئات الاكثر تعرضا للخطورة فارجو الناس انه هي تاعي انه مفيش حاجة في خلال الست شفور الجايين هتكون متاحة يعني كل دي امال صح وتقدر تقول انها بدأت تنزل الى ارض الواقع ولكن مش هنحصل عليها الا بعد فترة اللي في ايدنا هو الكمامة والتباعد الاجتماعي فلازم نتمسك بالكمامة والتباعد الاجتماعي عبل ما نشوف قصة المصلي انا بشكر سيادتك شكرا جزيلا لوقت حضرتك دكتور عبلهادي مصباح شكر جدا لحضرتك واروح لدكتور هاشم بحري دكتور هاشم النهاردة الاضطرابات النفسية كان معنا دكتور هاني ناظر امبارح وكان ايضا الاسبوع الماضي كنا بنتكلم على فكرة الاثار النفسية اللي جات للناس اللي اصيبت بالكورونا من بينها تساقط الشعر عند السيدات بعض الامراض الاخرى اللي اصابت الزكور فحرك شايف ازاي نخفف من وطئة الخوف او تبعات الاصابة بالكورونا نعمل ايه الحل السحري انجاز يعني اولا اولا بس ما نتحججش بقلك وين واحد الست شعراب يقع وتقولك انا الكورونا هي اللي عملت فيها كده احنا دي خصة تانية خاص والا احنا احنا مش عايزيها الحاجة كلا ماش اي الاسبوع او رجالة تقولك مش قادر بس عشان الكورونا لا بس الكورونا عملت كده انت خرج حالBirخنا اهي لو سببت طبعا اكتئاب وقلق وتوتر هتخلي الوعد نفسه مسدودا وخايف ومرعوب واده طبعا اكيد يعني هابقى الوعد مشغول جوه نفسه مش فراضي ان هو يرحب بغيره أو يتواصل مع ميرو فبقى دايماً تعبان ومتدايق وإشار الهم زي ما بيقولوا فأنا رأيه أنه زي ما الأساس زي زملائي تكلموا أن الوقاية خيروا من العلاج طبعاً وزي ما حالك بتنبه بقى لك يعني أشهر وأشهر يا جماعة نخلي بالكوالكلام ده يعني بدلاً ما ندخل فيه دور اكتئاب وقلق وتوتر وده بيؤثر على الأسرة كلها حتى الأطفال يعني إحنا يما تكلمنا في الموضوع ده هو أنه يعني نحاول ما نعرضش نفسنا للتهلوكة زي ما بيقولوا أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً دكتور هاشم بحر وأستاذ الطب النفس بجامعة الأزهر شكراً جزيلاً سلامكم الله جميعاً دكتور هاشم دكتور عبدالهادي دكتور نوها متشكرين جداً لو وجودكم معنا حاولنا يعني إحنا نغلف لحضرتكم الموضوع وآخر المستجدات ولكن الأهم إن حضرتكم تاخدوا بالكم من نفسكم الكمامة والتباعد الاجتماعي أسأذنكم بعد الفصل نتكلم عن الفرايدي البلاك فرايدي أو الجمعة البيضة اللي هي بعد بكرة نتكلم بقى من ناحية حماية المستهلك هنحمي نفسنا ونلبس الكمامة لو مضطرين ننزل نشتري حاجة ونستفيد بالعروض ولكن هنشوف بقى المحلات اللي هتخالف إيه الموقف معاها وأنا كمشتري إيه الضمانات وإيه الحقوق عشان أحمي نفسي من الأوكازيون إنه أهمي أرجوكم خليكم معنا رئيس جهاز حماية المستهلك بعد الفصل اشتركوا في القناة